ماذا الأفضل ان تشتري جوال عمره السنة بريميوم من الأساسيات الغاليات او ان تشتري جوال فئة متوسطة سأقول الجواب ان شاء الله في الحلقة الجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فيصل السيف وحلقة جديدة من استفساراتكم واسئلتكم بجموعة أسئلة جميلة هذه الحلقة نبدأها بسم الله لماذا سامسونج لا تطور سرعة الشحن لأن هواوي والجوالات تطوروا فيها الشحن السريع عدا سامسونج لماذا؟ هل هذا الشيء ضرب البطارية؟ اختلف معك سامسونج تطورت في منظومة البطارية لسنوات سبقت فيها غيرها من الشركات والحقائق تثبت هذا الأمر الشيء الذي حدث مع سامسونج هو انهم وصلوا إلى نضوج من منظورهم إلى أقصى الشحن انت تحتاجه فلو استخدمت الشحن الأساسي الذي يأتي معك على نفس الجوال في النوت الجديد في الاس 10 بلس الجديد شخصياً ساعة ساعة ونصف وجود الجوال مشحون بالكامل الشحن من صفر إلى ثمانين جداً سريع فهذا الأمر جداً كويس ولازم تحرص على استخدام نفس الشاحن الأساسي هذا الأمر وصلوا له من سنتين ثلاثة وهم طوروا بشكل جيد يعني آخر مؤتمر ما تكلموا عليه بشكل كبير بل أنهم كانوا يركزوا على الشحن اللاسلكي لأنهم طوروا الشحن السلكي وقعدين يطوروا في اللاسلكي ووصلوا إلى سرعة جداً عالية وقعدين يطوروا أكثر يمكن أن يركزوا على هذا الأمر كون أنه هدوا الأمور من بعد حادثة النوت حسب ما أرى نوت 7 تذكروا نوت 7 والبطارية فهنا سامسونج حريصة جداً على الأمان وما أودها أكيد أن يكون هناك أي مغامرة بالنسبة للأمان مع المستخدمين أخي فاصل ممكن تتحدث عن أفضل هاتف من وجهة نظرك في الفئة المتوسطة بالنسبة للسعر حالياً سامسونج لديهم A50 جداً جميل أتكلم على هواوي لديهم النوفا الجديد برضو جيد أتكلم على أونر لديهم آخر واحد التن آي برضو جيد والفئة المتوسطة كاسم أشعر قليلاً مربك لأن تتكلم على ٢٥٠ دولار وفوق أو ٥٠٠ دولار وفوق كم بالضبط لأن إذا تتكلمنا في المملكة العربية السعودية ألف ريال تأتي فيها جوال أشوفه فئة متوسطة بإمتياز الفئة ريال تأتي فيها جوال أكثر من ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢ فهنا المجال كبير وصعب استحدث مجال ثاني للفئة المتوسطة أو فئة ثالثة رابعة غير الثلاثة الموجودة في فئة الدخول المتوسطة النهائية فأشوف أن الثلاثة ذكرتهم بإذن الله أمورهم طيبة هل الباور بانك يؤثر على بطارية الجوال على المدى البعيدة أو حتى القريب؟ نعم ولا بنفس الوقت إذا من الجوالات البريميوم الأساسية الكبيرة الموجودة في العادة إدارة البطارية تكون من مجموعة شرائح منظومة كاملة موجودة هذه المنظومة تكون تحت الشاحن وقريب من نفس المنفذ هذه المنظومة تدير كم الأمبير الذي يأخذها البطارية، كم سرعة الشحن، تدير أشياء كثيرة بالتعاون مع المعالج هذه الأمور تستمر بالعمل بشكل صحيح إذا التيار اللي قاعد يجيها أكيد تيار كويس ودائماً صناع الجوال ينصحه إستخدم الشاحن الأصلي طيب الباور بانك، جئناً لموضوع الباور بانك، أيضاً الباور بانك سيجتهدوا في وضع معالجات داخلية تساند في إعطاء الأمبير الصح المعالج الداخلي يتناقش مع نفس المعالج الذي يوجد هنا عسى سيعطي أفضل أمبير وأفضل تجربة ولكن ليس كل بنوك الطاقة كويسة فبنوك الطاقة عندما تكون من النوع الرديد، يجب أن هناك مغامرة على نفس الطاقة التي ستعطيها للجوال فالطاقة التي ستعطيها للجوال إذا لم يكن فيها الثبات وإدارة جيدة من نفس البنك الطاقة يمكن على المدى البعيد تتأثر الإدارة الموجودة هنا فهذه لقناها في حالات بسيطة من الجوالات البريميوم ولكن لقناها في حالات موجودة من الجوالات المتوسطة فإحرص دائماً على بنك طاقة أصلي كويس شيء ممتاز ساعتها تعرف ان شحن البطارية حق الجوالك في السليم بإذن واحدة هل ممكن في السعودية الشراء بتقنية NFC عن طريق ساعات Wear أو اس؟ لو تكلمت على الاندرويد Wear أو Wear والآي او اس الآي او اس ساعة أبل نعم، شخصياً أشتري وأستخدم الابل باي إذا كنت لابس ساعة أبل أو أبل واتش ولكن إذا كنت لابس هواوي أو سامسونج أو فيت بيت، إلى الحين ما عملت هذه التقنيات أو تقنية الدفع عن طريق الساعات الذكية المشكلة مهب من المدفوعات السعودية حسب اجتماعاتي وكلامي مع نفس المدفوعات السعودية هم مجتهدين وجاهزين أن يأتي كل المشغلين أو صانعين الجوالات أو الساعات الذكية أيضاً ويضبطوا عملية الدفع معهم ولكن إلى الحين لم تكتمل هذه المنظومة بشكل كامل من طرف الصناع شخصياً أحاول أضبط أمور فيت بيت أعرف أن سامسونج أيضاً كلمتهم وقاعد أشاهدهم وقاعد أعطوني فيدباك فقاعد أنتظر على أشياء تحديثات على هذا الفيت باك وأيضاً هواوي أعرف أن هم يجتهدوا على إيصال هذه الأشياء من من هؤلاء الشركات جاء الخدمة هذه منفعة لنا وإذا جاءت أتوقع سيكون شيء جميل في السوق التقريب البصلي الخمسين اكس في هواوي P30 Pro تقريب إلكتروني أم حقيقي؟ شكراً لك يا برينس أخوك من مصر يا أخي أحبي لكم أهل مصر كل الشكر لكم في كل واحد في مصر وحول العالم العربي ولكن لماذا أقول مصر بالتحديد لأنك كنت في مصر قبل فترة بسيطة؟ نرجع إلى السؤال التقريب الموجود هو تقريب ديجيتل ولكن أيضاً هايبرد هايبرد وهي هاجين نتحدث عن تقريب أوبتكل في البداية سيبدأ في التقريب هذه البؤرة الأساسية أو نقل نقول لا لا يوجد نظم لك الكاميرا بعدين لديكم البؤرة ستفعل التقريب التقريب الأقصى ستصل عليه سبعة ونصف حاجة كذلك بعدين سيصبح هايبرد أساسي يعطيك العشرة هايبرد مزيج بين الإلكتروني وبين العادي بعدين تستطيع توصله قريب جداً بالديجيتل نوعاً ما وهذه التقنية التي تضبطوها في حين انك ترى صورة ديجيتل تستطيع تقربها ديجيتل فقط ولكن عندما الهارد وير والسافت وير يتحدوا مع بعض سنرى نتائج أفضل في صفاوة الصورة المقربة لذلك حرصت اني أذكر لكم في المراجعة الكاميرا بالتحديد في P30 برو عندما تكلمت قلت حاول تستخدم وثبت وضع شيء يثبت لك الجهاز وضعه على قاعدة وضعه على السطح ستجد انه أسهل على نفس الكاميرا معالجة الصورة وتستطيع تقرب لك 50 ويظهر لك صفاوة أعلى من الصفاوة لو تستطيع تهز يدك قليلاً أرجو عقد مقارنة بين السيرفاس برو والآيباد برو لأهمية القصوى وماذا يكون مفيد أكثر للمذاكرة وعمل عروث تقديمية مثل باور بوينت انت قلت باور بوينت على طول الروح للسيرفاس ولكن السيرفاس استثمار عالي إذا تأخذ لك سيرفاس جيد إذا انت تتكلم على نفس الآيباد برو برضو جيد ولكن سعره عالي انت تتكلم على منظومتين مختلفة يبغى لك تشاهد جوالك وماذا هو جوالك اذا هو آيفون فالآيباد سيساندك في مسألة العروض مع العروض إذا انت جوالك اللي موجود معك هواوي ليش تشتري إذا عندك سامسونج ليش تشتري أصلاً لوحي يمكن جوالك يغنيك على هذا الأمر كله وساعتها السيرفاس مع إمكانيات الكبيرة اللي موجودة في الباور بوينت اللي انت غايتك باور بوينت حسب سؤالك يمكن يكون أفضل بالنسبة لك فمجرد السؤال بدون تبعات أعرف بالضبط الأشياء اللي موجودة عندك من أجهزة وجوال ما أقدر أقول لك جزماً هذا الشيء اللي انت تحتاجه أجزم بالأمر ولكن الشيء اللي أقدر أكد لك منظومة الويندوز جداً ممتازة في مسألة الدراسة وتقدر تلاقي لك سيرفاس من الأجيال القديمة حيث يكون سعرها كويس وممتاز لو أخذت عندك الآيباد برو انت أيضاً مقيد في مسألة مشاركة الملفات والأمور اللي عندك كونك في مجتمع مدرسي أو في فترة المدرسة مشاركة الملفات من أكثر الأشياء اللي ستصبح معاك ستلاحظ ناس كثير تسلق على الإيميل عشان تعدلها وانت ترسل بريزنتيشنات للناس فهنا يمكن ألاقي أي شيء بنظام الويندوز أقرب للطلاب بالنسبة لدعم الأجهزة لنظام الأندرويد كل جهاز كم مدة الدعم للتحديثات يعطيك العافية وتعتمد على صانع الجوال وتعتمد على أندرويد عندما يجب أن يكون هناك تبني كبير لنفس النظام التشغيلي الدعم يستمر لهذا النظام ولكن إذا وجدوا أن الدعم قل ما فيه سيكون دعم كبير لهذا النظام مستقبلاً ولكن لو شفت على أرض الواقع كل الأنظمة تقريباً أخر أربعة أو خمسة نسخ من الأنظمة مدعومة بشكل جيد فلا ظنيت أن شيء سيجعلك تتعب من مسألة الحصول على موارد الاستفسارات التي لديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا صحيح أن أداء الأجهزة بصورة عالية يضعف ويقل بالاستخدام المستمر على عكس أجهزة تابل أبداً كل الأجهزة اللي موجودة في الأجهال الأخيرة هذه فيها وير ان تير المسألة الجلادة هذه مع الكرف يتعب الجهاز ويضعف نوعاً ما ولكن هناك وتيرة ثانية دائماً نهملها سرعة التطبيقات وسرعة وتيرة حياتنا أجب لك الآن جوال جديد فكه من الكرتون نوت 2 فكه النوت 2 ستبدأ تستخدمه ستلاحظ أنه جوال بطيء أبداً ليس بطيء على وقته كان جداً سريع وكانت الإمكانيات كويسا فوتيرة التسارع في التقنية وتسارع في إنجاز المهام أيضاً تنعكس على رغباتنا والأجهزة اللي نستحوذ عليها فالجوال عندك لما يعطيك كامل الأداء كآيفون ستلاحظ أنه بعد سنتين تعب مع البطارية جدد البطارية سيرجع لك أشياء 90-95% من نفس الأداء اللي كان أول ما فكيته من الصندوق هذا الشيء ستلاحظون أنه ليس بشيء لنا فيه شيء أفضل لأن المعالجات تصبح أسرع وتعطينا قدرات أكبر لماذا شركة جوجل لا تحضر نظام الأندرويد الخام لجميع الشركات حتى توصل التحديثات أول بأول؟ هذا الشق من السؤال على طول لو جوابته ليس خيار من جوجل تفرض على الكل الشركات تختار أن تضع النظام الخام فهم يضعوا نظام خام أو الواجهة لهم والذي من خلال الواجهة يمكنهم إمكانيات وإضافات كثيرة إضافية فمسألة النقر على الشاشة هذه من هواوي ليس من نفس جوجل أيضاً لو تكلمنا على سامسونج والمشاركات التي موجودة في الملفات والمالتي تاسكينج الذي حدث بتغيير أحجام وتغيير أحجام الشاشة هذا حدث من سامسونج قبل أن يصبح بشكل نيتب من نفس الأندرويد بشكل ممتاز فتعتمد، مثلاً سامسونج لديهم في الواجهة الشريط على اليمين ولكن أندرويد الخام لا يأتي بشكل شريط على اليمين لأن الجوال يجعلهم هذه الخاصية حسب الإمكانيات التي يريدها شخص ثاني من السؤال، هل شركة هواوي ستطرح نظام فوشيا في المستقبل؟ إلى الآن لا أحد يستطيع أن يأكد هذا الأمر فوشيا نفسه عندما يحدث ونرى على أرض الواقع سنرى تبنيه ومن التبني سنعرف الطريق للمستقبل لهذا النظام محمد من مغرب، هل مايكروسوفت تسرق منه النت على الويندوز 10؟ لا أظن أنه من مصلحة مايكروسوفت أو أي واحد يصلح لك جهاز ماك أو اس أو أندرويد أو آي أو اس يجعلنا مرة وقعين وعقلانيين أنهم يحاولون أن يسرقوا منك الإنترنت إذا عطيتهم الخيار أن تشارك البيانات على استخدامك أو طريقة استخدامك للجهاز، فأنت اللي عطيتهم هذا الخيار الشيء الثاني، لو تكلمنا على الأنظمة، الأنظمة المعروفة فيها الاستقرارية إذا أنت محافظ على التحديثات ولكن التطبيقات التي تثبتها عندك في الكمبيوتر وأصحاب هؤلاء التطبيقات، ما هي الشيء الذي طلبوا منك وانت وافقت عليه؟ ما هي الشيء الذي قالوا لك تكفى شاركوا معنا وانت قلت نعم، سأشارك هذا الشيء معهم ظهرت بعض الأخبار ووجود مشكلة في شاشة الجالكسي اس 10 بلس ظهور البصمة على الشاشة من سبب مزعاج فيها التجربة شخصياً إلى الآن، حتى مع التحديث الأخير، البصمة جداً جميلة على نفس الجوال، البصمة على طول شغالها بشكل رائع البصمة تعودت على مكانها لأنه هذا الشيء الذي يجد في الجوالات، كل واحد من صناع الأجهزة يضع لك البصمة كهنة ويضع لها مكان أعلى فوق فكل واحد يستخدم معادلاته الخاصة لإيجاد المكان الأنسب لهذه البصمة فبالنسبة لي، لم يجد هذه المشكلة ويبغى أن نتحرها أكثر الآن سؤال، أخي فيصل، ماذا رأيك؟ أريد أشتري جهاز لابتوب، ماذا أفضل مع العلم؟ أريد فقط للدراسة اي 7 اي 5، اي 5 دراسة بس اي 5 بكل اختصار الآن تعليق على إلغاء الشاحن اللاسلكي من أبل حسناً، اتكلمت عليها في فيديو أن وجدت أن الجدوى الشحن اللاسلكي، انتشاره ليس جداً عظيمة وكبيرة، يعتبر إضافة على الجوالات شيء جيد، شيء جيد أن يكون موجود، ليس بالشيء الذي دائماً تجده، فتجد أي شاحن لاسلكي، ليس كامل منظومته شحن لاسلكي ستجد إلا ما يكون هناك مكان من الأماكن يحتاج السلك على أساس يشحن بسرعة أسرع من الشحن اللاسلكي ولو رأينا الناس أصلاً والسؤال الذي سألتكم في حلقة الأخبار حق أول بأول وقلنا لكم كم منكم يستخدم شاحن لاسلكي بشكل مستمر؟ 85% منكم صوت، لا نتكلم على حلقة تجاوزت المائة ألف شخص خلال كم يوم من عرضها فهنا نتكلم أنه نعم 85% تقول لك أنه ما فيه تبني أبل تركتها لأنه ما فيه جدوى بزنس من نفس الشاحن اللاسلكي ما أرى أنهم ما وصلوا لكواليتي، بابل تقدر توصل لكواليتي بالراحة ولكن أظن أن السبب الأعظم والأكبر الذي لم يكشفوا عنه أنهم مملاقين جدوى أعمال للشحن اللاسلكي هل يمكن أن يغني الآيباد عن اللابتوب من ناحية الدراسة؟ من ناحية الدراسة نعم، الأشياء بايسيك، نايس، رائعة في الدراسة، كويس، يستطيع تضبط معك الآيباد ولكن في أي فصل، وإيش المناهج الموجودة عندك؟ عندنا في المملكة نظام نور وعندنا بعض الخيارات في الدراسة عن طريق الكمبيوتر فتعتمد على كثير من المواقع وأيضاً تعتمد على تحميل كثير من البي دي افات، التعامل في البي دي اف مع الآيبادات مرة سهل وكويس نتكلم على دول أخرى، يمكن مواقع أكثر أو فيديوهات أكثر، فماذا تحتاجه في الدراسة؟ من الأشياء التي ذكرتها، أتوقع الآيباد مناسب بالنسبة لك سؤال ثاني، أي هم أفضل الـ Honor Play أو الـ OnePlus 6T؟ على طول سأقول لك الـ OnePlus 6T تقنياً سيكون أفضل من الـ Honor Play Honor Play يعتبر مد رينج، يعتبر إمكانياته جيدة، ولكن الـ OnePlus 6T يعتبر بريميوم على الأشياء التي قدمها مقابل السعر السلام عليكم أخي فيصل، لو سمحت ممكن تجاوبني على سؤالي، وهو أنا معي سامسونج S8 بلس هل تنصحني بالـ Samsung S10 بلس؟ نعم، التغيير إذا أنت جوالك الحالي فيه شيء دائماً، نقول لك سكيب جنريشن وخذ اللي بعده، ستطمر لا تأخذ الـ S9، ستأخذ الـ S10 ولكن يظل السؤال الأعظم الذي نتحدث عنه من مسألة تبديل الجوال إذا جوالك الحالي، لم يوجد شيء، لماذا أصلاً تفكر أنك تغير الجوال؟ لماذا أصلاً تفكر في هذا الأمر؟ نعم، نطرة الجيل أو طمرة الجيل ستكون جيدة بالنسبة لك، ولكن أرى أيضاً، إذا جوالك الحالي لا يوجد شيء مركح كثيراً، هذا كبر موشي، نستخدمه على الآيباد عندي، الآيباد أحمد، وهذه الأمور تضبط، فمرة رائق نذهب للسؤال الذي بعده، هل تحسن صورة تصوير سناب على الـ S10 والهواوي P30 برو؟ بعد التحديث الأخير عن نفس سناب شات، وعدنا أن نقوم بعمل لكم مقارنة مع كثير من الكواليتيز، الفيديو، نوعية الفيديو، وجودة الفيديو على مجموعة جوالات الأندرويد الأساسية، وإن شاء الله سنقوم بها، ومنها سنقدر نحكم للتصوير السينمائي، زايس أو ريد أو لايكا؟ لايكا للتصوير السينمائي تعطيك أشياء رو، زايس أعطيني كاميرا، زايس لهم كاميرات وريد لهم كاميرات، فلنتكلم على ريد، أكيد تكلم على رو، إمكانيات عالية مرة، فأشوف أن التصوير السينمائي وضحت لي، ولكن لا أعرف كم الميزانية للشياء له، وميزاناتك 100 ألف مليون حاجة ريد، لماذا لا؟ نريد موضوع ثاني عميق عن ألعاب جوجل وطريقة الاشتراك والاستخدام، نضبط لكم على موضوع جوجل والألعاب حقهم ما رأيكم في الموضوع الذي قمناه حق أبل كارد؟ أنا وأحمد وكان شيء جداً شيء بالنسبة لنا، إذا لم ترى أبل كارد وشركة أبل القطاع المالي حق أبل، إذا هم سيئين جيدين أشرار أو لا، شاهدوا الفيديو لا يفوتكم أخي فيصل، أريد أن أشتري لابتوب للمنتاج يوتيوب، ما هو أفضل لابتوب من غير أبل، وتكلمنا على لابتوب منتاج، شيء يساندك في المنتاج بشكل جداً كبير، أفضل أن تأخذ شيء في معالج صوري قوي، معالج رسومي انفيريا، حاجة تكون قوية وتعطي، ويكون في اس اس دي أو حتى لو اتش دوت تو كم ميزانيتك؟ قلوا عن ميزانية ونجاوب بعدين في حلقات الجاهية أخوة، هل تنصحني أني أستخدم ماكبوك اير وأستخدم معه ويندوز؟ أبداً، جربت هذه الطريقة أن أضع عندي في الماكبوك برو وضعت الويندوز بغض النظر عن نوع الجهاز أن يكون الأساسي ماك وبعدين لديه ثانوي ويندوز، وجدت فيه صعوبة من ناحية التنقل بين النظامين التثبيت كان معضي، لو سويتها وحليتها وثبتتها، كنت أستخدم البريمير على نفس الويندوز ولكن الشيء الذي ألاحظته، طريقة تسرد لوحة المفاتيح وعرضها أكيد تختلف بين النظامين، يجب أن تتعود هناك أشياء تصعب عليك بين الجهازين، ستجد أن الاختصارات ومن الاختصارات، الشفت والكنترول والآلت والزر الويندوز، الأشياء يجب أن ترجعها وتضبطها وضع النظامين، إذا أضعت النظام المخفف لوندوز أو نسخة المخففة لوندوز 10 على نفس الماكبوك اير، يمكن أن تضبط معك إذا هي نسخة جديدة من 2018 ولكن هل هي تستاهل هذا التعب كله أم لا؟ هذا الأمر عندك ومن ناحيتنا، استفساراتكم ومسألتكم مستمرة بإذن واحد أحد في حلقات جديدة، وشكراً على كل واحد سأله، وشكراً على كل واحد لقاله جواب أو لقى شيء مقارب لسؤال سأله أو كان في خاطره نهاية الفيديو وكل فيديو، شكراً لكم دائماً وأبداً، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك، أتوب إليك، وراكم إن شاء الله في حلقات قادمة